البيان يقصد أن هذه القوى المدنية الغالبة يقصد أنه يكون هناك دعني أسميه يعني إقصاء للمجموعة المدنية التي ساند القرارات 25 من أكتوبر مؤكد الإشارة واضحة بأنه الأغلبية العظمى أو من يمثلون الشارع السوري هم المعنين بالتشكيل المدني لأنه الترويكة وحتى غير الترويكة الآلية السلاسية وحتى قبل الآلية السلاسية لجنة الوساطة كل هؤلاء وصلوا إلى نتيجة بأن أي حوار مع من يدعمون العسكر هو حوار طرشان حوار لا يفضي إلى ملامسة جوهر الأزمة السياسية في السودان تحدث البيان عن ضرورة التوافق على تعيير رئيس وذراء بأسرع ما يمكن وتحدث البيان كذلك عن ضرورة وضع قانون الانتخابات وهذه النبطة سابقة لأوانا لأنه هذه تحتاج إلى تهيئة بعد استكمال الفترة الانتغالية التي أشارها البيان بأنه يجب أن تكون فترة ذات مهام ذات مهام محددة يعني مربوطة بزمن محدد فأنا أفتكر أنه البيان بشكل خطوة متقدمة يجب على غوة الحرية والتغيير وعلى الغوة الوطنية خارج الحرية والتغيير وعلى مكونات المجتمع المدني وعلى لجان المغاوم والتنسيغيات أن تعمل باتجاه استثمار هذا البيان في الضغط على غادة العملية الانقلابية بأن يعودوا إلى مواقعهم المعروفة أن ينسحبوا من المشهد السياسي أن يتولوا مهامهم تحت ويادة الدولة المدنية في الدفاع عن حدود الدولة وعن الأمن بشكل عام نعم أستاذ